تواصلت فعليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخة الخمسين وسط إقبال جمهري كبير وشهدت قاعات المعرض أعدادا حاشدة من الزوار تجاوزت المائتي ألف زائر منذ افتتاحه للجمهور في رغبة بناء لاكتساب المعرفة يأتي الإقبال الجمهري المستمر على قاعات معرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الخامسة والخمسين مع تجاوز عدد الزوار مائتي ألف من جميع فئات الأسرة المصرية معرض الكتاب السناني جميل جدا وطبعا كل سنة بحرص على زيارته كل الفعاليات فيه جميلة والتنظيم جميل والقراء والزيارات مكسفة ندوة اليوم طبعا للدكتورة ريم باسيوني عن روايتها ماريو وابو العباس نحب نيجي كتير بس إحنا من الكندرية فده بالنسبة لنا كان بيبقى مشكلة بس الحمد لله قدرنا نيجي عايز أزرع جوام حب القراءة والكتب لأنه ده مش بتلغي أبدا التواصل الاجتماعي ده ما ينفعش يلغي القراءة والكتب لأنه ده أهم حاجة وهي اللي بتثبت المعلومات أكتر قاعات المعرض شهدت عددا من الندوات والفعاليات الثقافية منها كتاب إمام التفكير وإطلاق مشروع ديوان الشعر المصري وأثر تجديد الخطاب الديني هو الكتاب فكرته الأساسية أنك بتستعرض حياة الدكتور ناصر حمد أبو زيد وبتستعرض إنتاجه الفكري اللي هو هذا الإنتاج ببساطة شديدة جدا يعني تسبب في مطاردته وتسبب في أنه رفع دعوة للتفريق بينه وبين زوجته وأدى إلى تكفيره أنت بتقول طول الوقت أنه أي تفكير أو أي اجتهاد يمكن التعامل معه بالرفق يمكن التعامل معه بالحوار إذا كان حتى من وجهة نظر أنه ناس مخطئ فممكن نقول مخطئ في واحد اتنين ثلاثة تأتي فعليات هذه الدورة خلال الفترة من الخامس والعشرين من يناير الجاري وحتى السادس من فبراير المقبل تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة في خطوة لاستكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية للجميع رامي محمد التلفزيون المصري